تنطلق بعد غد أثلاثاء أعمال النسخة الثالثة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الذي يجيء هذا العام بعنوان دور المراكز الفكرية في دعم الجهود الوطنية محاربة جائحة كورونا كنموذج ويضم ممثلين لعدد من مراكز البحوث والدراسات في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين الذين يشاركون في المنتدى عن بعد في ظل التوجهات الوطنية والجهود المبذولة من قبل اللجنة التنسيقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بقيادة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله والتي حظيت بإشادة دولية وأممية واسعة النطاق يأتي انعقاد المنتدى بنسخته الثالثة في عام 2020 للميلاد في ظل ظروف غير عادية فرضتها جائحة كورونا للدول كافة كونها أزمة غير مسبوقة النسخة الثالثة من المنتدى السنوي ستحمل عنوان دور المراكز الفكرية في دعم الجهود الوطنية محاربة جائحة كورونا وتداعياتها بمشاركة من عدد من مراكز البحوث والدراسات في منطقة الخليج العربي وفي العالم العربي وعدد أيضا من الخبراء والأكاديميين وسيتم من خلالها إلقاء الضوء على التجربة البحرينية التي أثبتت مع الوقت مدى كفاءتها على مختلف الأصعدة بل واستطاعت أن تنتزع اعترافا عالميا بقدرات مملكة البحرين على مواجهة الأزمات لتقدم دليلا دامغا على فعالية برامج التنمية البشرية التي تبنتها البحرين وعلاوة على ذلك أكدت على أصالة ورسوخ مرتكزاتها ووضوح غاياتها وتطلعاتها على مستوى القيادة والشعب حرص مركز دراسات على تخصيص أيام المنتدى الثلاث لهذا الغرض حيث يتضمن اليوم الأول موضوع الأسس الوطنية لمواجهة الجائحة من منظور بحثي بينما يتضمن اليوم الثاني موضوع كيفية تعامل مراكز الفكر مع تحديات ما بعد الجائحة أما اليوم الثالث فسيكون موضوعه آليات تنفيذ الخطط المستقبلية الشاملة إن اتساع التجارب العالمية في مواجهة جائحة الكورونا يجعل من الصعب الوقوف على عملية تقييم شاملة لأنه من المهم للطلاع على التجربة البحرينية والوقوف على عوامل نجاحها وتميزها على مستوى العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه النسخة من المنتدى الذي يقدم صورة متكاملة حول المنجز البحريني في مواجهة الجائحة وكيف أسهم المركز مركز دراسات في أن يكون جزءا من جهد وطني كبير ومتميز تحت قيادة واعية ومسؤولة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله الذي نجح في ترجمة رؤية صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبما يؤكد على تجانس وتكامل أدوات الدولة البحرينية المؤسسية وحالة الإجماع والثقة الوطنية العالية في القيادة ومؤسساتها المختلفة